بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الحادي عشر من الدرس السابع بعنوان Application 2 Sectioning هناخد تمرين تطبيقي ثاني يتعلق بعملية القطع والسؤال هنا Draw with four scaled following views المطلوب اللي هو Half Sectional Elevation at XY هذه الـ X وهذه الـ Y Half Sectional Side View at XY وSectional Plan at AA هذه الـ A وهذه الـ A وليزومترك المنظور هذا المطلوب في التمرين التطبيقي هذا خلينا نبدأ الآن نعيد رسمة Elevation والبلان والLift Side View زي ما قلنا أول حاجة نبدأ به هو نحدد أماكن المساقط بتاعنا عشان نحدد الأماكن هنحسب 120 هنضيف لها 100 بتعطينا 220 المية وعشرين اللي هي عرض المية وعشرين اللي هي عرض المية وعشرين بتاعنا المية اللي هي ارتفاع البلان اللي هي بتمثل إيه عرض المية وإلا الـ Right Side View في المسألة بتاعنا والتمرين ده هنرسم إيه المية وعشرين يعني العرض هذا هيكون إيه 100 ميلي ميلي متر هنتحصل هنا قلنا على 220 هنشيلها من 400 يعني هنفترض أنه هنشتغل على الورجة كلها اللي هي عرضها 400 نتحصل على إيه نتحصل على 180 نقسم على ثلاثة نتحصل على ستين يعني هنبتعد من هنا ستين وننزل خط عمودي نزل خط عمودي وبعدها نبتعد مسافة مية وعشرين اللي هي إيه اللي هي عرض الإليفاشن بعدها مسافة ستين بعدها مسافة مية وبعدها هي المسافة أكيد ستين ميلي متر ده الخطوط العمودية اللي محتاجينها عشان نحدد أماكن المساقط بعدها نحسب نضيف 85 مع مية الـ 85 هي إيه اللي هي ارتفاع الإليفاشن 15 زائد 35 50 زائد 35 85 يعني الارتفاع بتاعنا 85 أضفنا له الارتفاع بتاع البلان اللي هو 100 بيعطينا 185 نشيلها من 247 بنتحصل على 62 نقسمها على ثلاثة بنتحصل على 21 هننزل من فوق وهنا دائما بنضع علامة تقريب لأنه هي 20 فاصل هناخد 21 تقريب هننزل 21 من فوق بعدها هننزل 85 اللي هو ارتفاع الإليفاشن هذي 85 بعدها 21 بعدها هننزل كم مية اللي هي ارتفاع البلان وكده ايه تحصلنا على أماكن المساقط بتاعنا وأكيد المساقط هيكون في وسط اللوحة بتاعنا هذا المفروض الإليفاشن هنا هيكون البلان هنا هيكون الليفت سايد بيو وهذه الزاوية 45 اللي هي هتساعدنا في رسم ايه الليفت سايد بيو خلينا نبدأ في رسم الإليفاشن أول خط هنرسمه هو الخط الده اللي هو طوله كم 120 بعدها هنطلع من هنا مسافة كم مسافة 15 هو الخط ده ايمين وشمال هنرسم خط عمودي ارتفاع 15 بعدها هنجفل النقطتين ببعض اللي هو الخط ده اللي هو طوله 120 بعدها هنيجي فوق هنا عشان نرسم ايه عشان نرسم الخط هذا اللي بيمثل الاستوانة كم طوله هذا الخط هو القطر بتاع الاستوانة الكبيرة دي الدائرة الكبيرة يعني 50 ملي متر يعني طول الخط ده 50 ملي متر يعني هنيجي في الوسط ونروح كده 25 وكده 25 ملي متر بعدها هننزل كده مسافة عمودي مسافة كم مسافة 35 عشان نرسم ايه عشان نرسم الخط هذا بنفس الحاجة من شيرة اليمين هنا هنرسم العصب العصب الارتفاع بتاعه كم ارتفاع بتاعه 35 وسمكه هنا عشرة يعني هنروح من هنا خمسة ومن هنا خمسة عشان نرسم ايه العصب ونرتفع هنا كم 35 ملي متر والقوس هذا بنرسمه يدوي مش محتاجين فرجار هذا العصب بتاعنا هنا هنروح مسافة كم المسافة هذي هنبحث عليها عندي كل المسافة دي 120 المسافة هذي 90 يعني باقي كم عندي 30 نقسمه على 2 15 يعني المسافة هذي 15 ملي متر يعني هنروح كده مسافة 15 ملي متر وارسم ايه السنتر العمودي ده وبعدها ارسم الاستوانة بتاعي اللي هي استوانة مخفية هذه الاستوانة كم الار بتاعها هنا عندي ايه 4 14 داي متر يعني كل ثقب هنا القطر بتاعه 14 يعني نص القطر 7 ملي متر يعني هروح كده 7 ملي متر وهنا 7 ملي متر وارسم الداش لاين ده والداش لاين ده هنا هنعيد نفس الاستوانة لكن من ناحية التانية نفس المسافة هذي 15 و7 كده و7 كده ملي متر بعدها هنيجي هنا وهنرسم الداش لين ده على اي مسافة المفروض المسافة بتاع هذه المسافة دي كلها هي الفايل بتاع الدائرة اللي تحت هذه الدائرة اللي قطرها المفروض كم الدائرة هذه قطرها كم قطرها 30 يعني هرح مسافة كم هنا مسافة 15 هرح مسافة 15 ملي متر وارتفع كم كم هذا الارتفاع اجي هنا محتاج هذا الارتفاع عندي الارتفاع الكل 85 ونزل من فوق 15 زائد 15 30 زائد 15 45 زائد 15 60 يعني باقي ايه من 85 باقي 25 يعني عندي المسافة هذه هذه المسافة 25 ملي متر يعني هرتفع هنا مسافة كم مسافة 25 ملي متر وارسم الداشلين ده والداشلين ده بعدها نجفل الداشلين ببعض هنا هاخذ كم المسافة هذه المفروض الار بتاع الدايرة هذه اللي في الوسط الار بتاعها هنا كم الار هذه 20 يعني هاخذ كم هاخذ 10 10 او الار بتاعها 25 الار بتاعها ايه 25 هذه الار بتاعي 25 يعني هاخذ 12 ونص 12 يعني مسافة دي 12 ونص والمسافة دي 12 ونص وارتفع كم مسافة ارتفع 15 بعدها اجفل الخطين ببعض واخذ مسافة هنا اللي هي الفاي بتاع الدايرة اللي جوه اللي هي ايه 20 يعني هاخذ مسافة يمين وشمال كده 10 كده و10 كده وارتفع كم هذا الارتفاع بتاعي المفروض 15 زايد ايه زايد 15 هذا الارتفاع كله 33 بعدها ارسم خط هو نفس الخط اللي هنا نفس المسافة وارتفع كده 15 ليه 15 لان هنا عندي الارتفاع ده 15 بعدها برسم نفس الخط اللي تحت هذا عنده نفس الطول بتاع الخط ده وبعدها اوصل فوق الخط اللي هو طوله المفروض كم 5 ملي متر هذه المسافة 5 ملي متر هنا في العصب ما رسمناه ليه لانه مكان الخط بتاع العصب المكان بتاع الخط بتاع العصب ده ما هو معروف يعني المسافة هذه من هنا الهنا مجهولة هنجيبها من هنجيبها من البلان يعني محتاجين الاول نرسم البلان عشان ايه عشان نحدد مكان العصب بتاعنا خلينا نبدأ نرسم البلان بتاعنا اول حاجة نرسم المحاور نيجي في الوسط هنا ونرسم المحور ده نيجي في الوسط هنا ونرسم المحور ده الخطوة الثانية هاجي هنا وارسم خط طول كم هذا قلناك كله 120 اشيل منه الار اللي هي كم هذه الار الار بتاعي 15 ومن هنا ار 15 بيعطونا 30 اشيلها من 120 بيعطيني 90 يعني اجي في الوسط هنا وارح كده 45 وهنا 45 نفس الشي هرسم فوق نفس الخط هذا طول 90 من ناحية الشمال هرسم كم خط طول وكم هنا هنا عندي الارتفاع 100 كله هشيل منه 15 و15 يتبقى كم 70 يعني اجي في الوسط هنا وارتفع 35 وتحت 35 نفس الخط هرسمه من ناحية التانية وبعدها اجي كده مسافة 15 ليه 15 لان عندي الار بتاعي دي او هنا 15 انا اروح مسافة 15 واطلع من تحت مسافة 15 عشان احدد المركز بتاع نص الدايرة ده او ربعة الدايرة ده نفس الشي اعمله في المكان ده والزوايا التالية واخذ الفرجار وارح راكز هنا وفاتح كم فاتح 15 ملي متر وارسم ايه ربعة الدايرة بتاعي نفس الشي هارسمه هنا وهنا وهنا الفتح دائما كم 15 ملي متر هاجي في المركز ده وهفتح كم هفتح 7 ملي متر اللي هي النص ايه نص الاربعة عشان ارسم الدايرة دي والدايرة دي والدايرة دي والدايرة دي هه نفس الدوائر ونفس القطر اللي هو 14 ملي متر يعني بسرعة بنفس الفتحة اللي هي 7 ملي متر اركز هنا وارسم الدايرة دي نفس الفتحة بعدها أجي في الوسط هنا عشان أرسم إيه عشان أرسم الدائرة هذه القطر بتحكم 20 يعني هركز في الوسط هنا وأفتح 10 وأرسم الدائرة هذه بعدها أرسم الدائرة اللي بعدها اللي هي قطرها كم 25 هذه الدائرة 25 يعني أفتح الفرجار كم 12.5 أركز هنا أفتح 12.5 عشان أرسم الدائرة meetings بعدها في نفس المركز أفتح الفرجار كم أفتح الفرجار 15 ليه لأنه هنا القطر بتاع الدائرة هذه اللي بره 30 أفتح 15 وأرسم الدائرة هذه دائما في نفس المركز ده أفتح الفرجار كم أفتح الفرجار 25 ليه لأن الفاي بتاع الدائرة الكبيرة القطر هو كم هو 50 يعني أركز هنا وأفتح كم 25 عشان أرسم الدائرة دي بعدها محتاج أرسم العصب العصب ده سمكه قلنا كم عشرة يعني هطلع من هنا 5 ملي متر وتحت 5 ملي متر وأرسم خط أفقي هيتقاطع مع مين هيتقاطع مع الدائرة نفس الشيء هعمله من ناحية التانية وكمان نفس الشيء هرسمه تحت هروح خمسة يمين خمسة شمال وهرسم العصب وفوج هنا كمان هرسم العصب بتاعه الآن هنرجع لفين هنرجع للإليفاشن عشان إيه؟ عشان نكمل الرسم بتاعه العصب بتاعه هذا العصب بتاعه هنيجي للبلائن ونجيب النقطة هذي عمودي كده وكده تحصلنا على مكان إيه؟ العصب تحصلنا على مكان النقطة هذي وهرتفع من النقطة هذي مقدار كم؟ هرتفع مقدار خمسة وثلاثين هرتفع مقدار خمسة وثلاثين وبعدها إيه؟ أعمل نفس الشيء من ناحية الليمين وأكمل أرسم إيه؟ العصب بتاعه كده خلصنا الإليفاشن خلصنا البلان بالنسبة للليفت سايد بيو هو نفسه الإليفاشن لكن الفرق الوحيد أنه في الإليفاشن هذا العرض مية وعشرين ولكن في الإليفت سايد بيو العرض بتاعي كم؟ مية لكن الرسم بتاعه هو نفسه إليفاشن خلينا نمر الآن عشان نرسم الهالف سكشن إليفاشن أت إكس واي هذه الإكس و هذه الواي والسكشن البلان أت إي إي هذه الإي وهذه الإي والهالف سكشن سايد بيو أت إكس واي خلينا نبدأ الأول بالهالف سكشن إليفاشن أت إكس واي هذا خط القطع بتاعنا هذه الإكس وهذه الواي يعني هنجيب المنشار هنقطع الجزء كده وكده ونشيل الجزء ده نرميه وننظر في الاتجاه هذا عشان نرسم إيه السكشن إليفاشن أت إكس واي شدنا الجزء ده اللي هو الربع بتاع الرسم بتاعنا ونظرنا في الاتجاه ده هنبدأ نرسم الآن الإيليفاشن هنغير في الإيليفاشن أول حاجة عملناها إيه شلنا الاستيوانة اللي كانت هنا ليه لأنه لما ننظر في الاتجاه هذا الاستيوانة هذه باقي مخفية بعد القطع لما يكون جزء مخفية بعد القطع نشيله وما نرسم الشيء الثاني شلنا إيه الجزء بتاع العصب هنا ليه لأن الجزء بتاع العصب اللي كان هنا خلاص تشال ترمة يعني هنشيله من الإيليفاشن وكل خطوط الداش في الجزء الشمالي هذا أصبح إيه أصبح سلد ليه لأن الدائرة هذه الداخلية والدائرة هذه والدائرة هذه والدائرة هذه أصبحت إيه مرئية لهذا السبب الخطوط هذه كلها أصبحت إيه أصبحت سلد وشلنا الخط اللي هنا ليه لأنه هنا عندنا إيه عندنا فراخ شلنا العصب ورجعناه تاني عشان نحركه من مكانه لأنه بعد القطع أصبح الجزء بالنسبة للعصب يبدأ من نقطة هذه وهذه ملاحظة مهمة جداً هذا الجزء اللي نحتاجه بس ما هو هذا الجزء كده الآن ممكن نبدأ عملية التهشير هنهشر في الأماكن اللي هي فيه متاريال هذه الأماكن كلها فيه متاريال وهنا فيه خط لازم نشيله ليه لأنه هنا عندنا نفس المتاريال هنا وهنا عندنا إيه نفس المتاريال يعني مش محتاجين نحافظ على الخط ده لازم إيه لازم نشيله كده خلصنا الحالف سيكشن إليباشن أت إكس واي خلينا نمر الآن للسيكشن بلان أت إي إي هذا خط القطع بتاعنا يعني هننظر من فوق ونشيل الجزء العلوي بعد ما شلنا الجزء العلوي هنعمل التغييرات في البلان بتاعي بعد القطع أول حاجة هنعملها هنشيل الدايرة هذي اللي بره لأنها راحت مع الجزء اللي قطعناه اللي هي هذي الدايرة شلناها راحت هنشيل كمان الدايرة اللي جوه هذي هنشيلها هنترك بس الدايرة اللي في الوسط اللي هي هذي الدايرة اللي باجي هي دايرة مرئية ويصبح عندنا إيه الشكل التالي بعدها محتاجين نحدد إيه مكان الجطع في العصب محتاجين ننزل النقطة هذه اللي هي التقاطع بتاع الكاتينج لاين مع العصب ننزلها فيه ننزلها في البلان ونيجي هنا ونضع الخط دا عشان نحدد الأماكن اللي قطعها إيه المنشار بتاعنا نفس الشي من ناحية التانية ولكن فيه مكان كمان لازم نحدده هنا وهنا هنجيبه من فان هنجيبه من left side view هنيجي للنقطة هذه وننزلها على الزاوية 45 ونجيبه كده أفقي وكده حددنا المكان اللي مر عليه المنشار في العصب اللي هو ده نفس الشي من تحت لأن نبدأ عملية التهشير هنا هشرنا المكان اللي مر عليه المنشار هذا المكان نفس الملاحظة هنا هذا نفس المتريل وهذا نفس المتريل يعني محتاجين نشيل الخط هذا والخط هذا والخط هذا والخط هذا وكده تحصلنا على section plan at AA باقي إيه باقي half section side view at XY يعني نشيل الجزء هذا الآن وننظر في الاتجاه هذا عشان نرسم إيه half section side view at XXY نفس الطريقة اللي عملنا بها الelevation نشيل الجزء هذا وحنروح نشيل الاستوانة هذه الاستوانة المفروض هنشيلها من left side view لأنها راحت مع الجزء اللي قطناه هنا بعدها هنشيل الجزء بتاع العصب ده اللي هو راح مع الجزء اللي قطعناه والdash line هيصبح solid line ليه لأن كل الاستوانات أصبحت إيه مرقية هنغير مكان العصب وأن العصب الآن يبدأ من نقطة زي اللي شرحناها في الelevation ونبدأ إيه عملية التهشير التهشير أكيد حيكون فين حيكون في المكان اللي مر عليه المنشار هنا وهنا مش هنهشر هنا لأن هنا في فراغ هنا في فراغ هنا في فراغ وهنا في فراغ وهنا في فراغ مش محتاجين نعمل تهشير هنا عندنا نفس الميتريال هنا وهنا يعني الخط ده لازم إيه نشيله وهذه المساقط الثلاثة بتاعنا بعد عملية القطع